اعلام له قيمة الاعلام النهاردة والصحافة النهاردة الناس بقت مؤسرة ما ينفعش ان احنا نسيب بعض البعض كده بالمنظر اللي احنا عايشينه ده انا بقولي الكلام ده وانا قادر ان اقوله في اي محفل وفي اي مكان وفي اي زمان لان كرة القدم هي هي التي تسسعد الجمعية والبطولات اللي احنا اخدناها انت شفت كانت الناس بتملأ الشوارع ازاي والناس فرحانة ازاي الله محاش بقدر الكلام ده ليه مش عارف هل كابتن سميت يعني ما انا مش عايز يعني اقول ان اللي بيحصل بين حضرتك وبين كابتن شوبير دلوقتي مش من فراغ اكيد في سبب انا معديش على فكرة انا معديش مشكلة مع شوبير انا شوبير شفت من اربع تيام كده كان في عزة ولا في كتب كتاب العزة ولا كتب كتاب والله بناب اصلا الاتنين مختلفين واحدة الصبحة واحد بعض دهراص لا لا كان عزة كان عزة لا كتب كتاب كان كتب كتاب كان كتب كتاب اتفاقنا من هو اللي تعزمني على العشا وبتاع طولي اه يا ريت بس ما اتتفاقناش ما اتكلمناش تاني الصفير انا ما بشوف شوبير انا اقولك بصراح انا ما بشوف شوبير بنلطقي كل اللي حاجة بتتنسى خلاص يا دي العشرة دي اللي قولوا عليها العشرة بتاعت الناس البقابيض اوي 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 والله اوي زعلش حد لا بزعل اما يكون فيه جروح ما تجرحنيش اتكلب زي ما انت عايز طبيب انت زعلان من كابتل شوبير لا شوبير مش تجريح بمعنى التجريح يعني شوبير بيعالج قضايا اه يعني هو شوبير هو دي جاي دوره انه يدخل اتحاد الكور سواء عايز بقى يبقى نائب مع هانئ سواء عايز اقولك انا مش عايز اوه كل مرة بيقول يعني هو انا الاوان انه هو السمير الزاهرة ما ييجي ماشي ييجي كوادر جديدة او كوادر قديمة او كوادر قديمة او كوادر معروف وانت اعلنت مين اللي جاي اه انت هاني بريد انت قلت هو الاصلح اه انت قلت ان الاصلح هاني بريد احنا يعني احنا 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 شلة كده تعرفت في مصطوى كرة القدم من اول حرب وانو وعصام وهاني بريد وحزم الهوان وحمد شاكر شلة وشوبير وكل دول فالعملية بيبقى فيها ادميات يعني انا بكلم بصراحة يعني يعني احنا حرب ادمنا فبنسمع له والسمير زاير اه التاني ابنسمع له انا بريد التالت كده يعني موجودة فيه اقدميات زي الجيش كده اقدميات وتدرج وكل واحد بياخد نصيبه ويجي لبعده يكمل يعني بس اعتقد كابسلية يعني انت الموضوع للجامعية العمومية في الاخر اكيد اكيد لا لا ده موضوع احنا بنتكلم احنا احنا انتوا مع بعض احنا مع بعض اه انما الجامعية العمومية هي صاحبة الكلمة الاولة بس انت استاذ استاذ في كيفية استقطاب الجامعية العمومية مهما عملت ومهما سوت ومهما قامت ومهما ثارت انت بتعرف ازاي تجيبه بس بقى الجزئية دي لازم اتكلم فيها شوية يعني دي مهمة جدا انا بقولك انت استاذ استاذ لانك فعلا نحنك بتقدر ان انت الجامعية العمومية الجامعية العمومية اذا كانت وصلت لعدد كبير النهاردة فانا بقولك ان الجامعية العمومية اذا كانت وصلت لـ 150 أو 150 فأنا تعاملت مع الجامعة العمية عندما كانت في الستينات والسبعينات والأرقام الظهارة دي وعلاقتنا بالجامعة العمية بأمانة يعني علاقة متميزة من ساعة ما كانت وليلة ومن يوم ما توليت أنا الرئاسة من 2005 ابتدينا نخلق موارد غير مماطية لأن احنا نساعد الجامعة العمية نساعدها يعني ايه بقى مش اتاوة زي ما بيقولوا مش فردة لا 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 نساعد لأن احنا ما بنيجي اتفاوض عشان نجيب فلوس ولا تقالت لا لا رشوة ولا كلام رشوة لا 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 اطلاقا لأن أنا كان اياميها عقود الرعاية بتجيب لي فلوس طب ما أنا باخد من عقود الرعاية دي بدي الجامعة العمية واخد بالك وبدأت معانا من 2005 وبدأت ماشية كويس ومنتظمة وربنا بيسهلها معاهم وعلاقتنا ممتازة وهقولك برضو بأمانة يعني الجامعة العمية الموضوع مش 3-4-5-6 انفار لا الجامعة العمية دي كبيرة يعني أنا علاقتي بجامعة العمية معظمها كويس معظمها معظمها على مستوى الشخصي كويس غدا واتصالات مباشرة ويمكن اللي حصل بس الدروب الأخير دا اللي هو دا بقى اللي ايه اللي عمل المشكلة دي أنا دعيت إن أنا روح للمينيا لجامعة عمية بتاعت المينيا عشان أعدى ونعرف مطالبه وأنا وفقت حضر أديه كبيرا لا دا مش اللي حضر فيها دي اللي ما حضرش دي اللي ما حضرش دي اللي هي دعيت ليها طبعا وأما دعيت ليها أنا رحت الحقيقة يمكن قلت أنا جاي ومعظم الناس قالوا جايين وبعدين كان فيه اتفاق مواصل حسن صار عمل اتفاق على أساس القسم الثاني جاي يقعد معاه عشان يشوف مطالبهم ومين اللي هيشارك ومين اللي مش هشارك في الدوري اللي قالوا يبتدي طبعا الحقيقة يمكن المعاد دا غير جيت مع المعاد نفس المعاد اللي أنا انتفقت مع المينيا عليه يعني انتفقت الخميس المعاد دا جيه الخميس برضو حاولت اننا غير الخميس منفعش فكلمتهم أما ما اتكلمت اننا غير المعاد دي كانت مشكلة جبيرة جدا هي دي اللي عملت القفلة القفلة دلوقت ستغير المعاد حصلت دا كله آه والله قفلت معايا وعملوا قعدة بقى بقى في الأقصر واكتامعوا وقعدة في الأقصر ولادي الحلال بقى إيه البهرات البهرات حط عراجل حط وطلعوا من القعدة دي اللي هي طبعا الناس اللي هي بتسخن وجوابات وصحب الثقة جماعة عمومية غير عادية غير عادية صحب الثقة ولكن عايزة أقولك حاجة برضو أنا عندي أنا ثقة دي جبيرة جدا في جمال العمية لسبب كما أنت بتقول محمد أننا أنا رجل منتخب أهوت منتخب وكيل منتخب رئيس ورئيس ورئيس يعني يعني تاخد بالك فعايزة أقول أننا أن علاقتي بالجمال العمية أنا أقرب واحد أقدر أتعامل مع جمال العمية مش بقى أن أنا محترف زي ما أنت بتقول لا أن أنا فيه فيه روحانيات بيني وبينهم عارف إحساسهم عارف مطالبهم عارف إزاي الناس دي بتتعب وبتتعب من إيه وهقولك حاجة ممكن ساعات ما قدرش أخدمهم أنا كنت لسه أقولك ممكن ما قدرش أخدمهم بس بايا في بينهم كتير أوه بيشتكل من كده في أفنم في كتير بيشتكل طبعا فيه كتير أوه ما قدرش أخدمهم وأنا ما قدرش أن أنا مثلا يعني أننا ندفع مثلا مبلغ لكل الناس في وقت وبعدين الناس التانية محتاجة أو فيه مطالب أخرى مادية وأقدر أوفرها أمنين تاخد بالك فيه حاجات كده يعني إنما بقدر المستطاع بنحاول بقدر المستطاع بنحاول ندعم اللي جان من الجمال العمية وندعم اللي جان من الناس بتوع الصعيد الحكام نهيب منهم من الصعيد الحكام من الشاتشكيلة من البحري ومن الصعيد فلازم تعرف إن الحكاية ما هيسهلة زي ما أنت متصور إن واحد بيقل على المكتب ويلا اكتبوا ودول هما دول الناس وخلاص لا تب استكتبك للمهندس إهاب صالح اللي هو كان متزعم المعارضة في التوقيت باب الزال منعارب إهاب صديقي على فكرة قبل ما يعرف كل دول قبل ما يعرف كل الناس دي بس دي حتة زكاء منك برضو اللعقة ده مش يعني إنت بتقولهم قادي الزعيم المعارضة هو بقى معايا هو إطلاق زعالك التصريح ده أفهم زعالك التصريح ده طبعا لا ما ينفعش حققه بنقولتلك اهو إحنا حققنا ايه قول لي ماذا تحقق للبعض بيقولك يعني المفروض الاتحاد الكوري يحمد ربنا كان معالا عيبة زي دي و اه احنا بنشوف الفنجان بقى ده بوضوع تاني خالص حلو بنشوف الفنجان يعني احنا جايين يعني حسن شحية ما عملش مجهود عمل مجهود واختار ولعب وتعب وطلع عين وعين اللي جايبينه هو الجهاز اللي معاه والجهاز الإداري والفني والإداري والطب كل الناس تعبت كل الناس تعبت وطلع عنها واخبالك الله هو النهاردة محمد على الله يرحمه في 97 ما كانت كسعلم للناشئين ومعاه شوء غريب مش تعبوا النهاردة ومعاه الجهاز بتاعه مش تعبوا الله كل دي كل دي بطلع النهاردة متنظم كسعلم للناشئين في 97 وكسعلم للشباب من سنتين الله كل دي مش إنجازات كل دي في حد ذاتها مش إنجازات انما اللي شايف اللي شايف ان الدرس هو ده ومعانا الدرس هو ده مش هشوف غير يعني انت حالك بتقول كل هذه الإنجازات وحالك سنتهى دلوقتي ما شاء الله انت مش مختلف بها لا لا مش قصدي لا أنا بوجيه لك كل ما يقال عن اتحاد الكرة وانا لأن الناس عايزة تسمعك انت بتتكلمش فأنا بوجيه لك كل ما يقال وانت طبعا حضرتك تجاوب اللي حالك شايف ولكن عايز سألك بالنسبة لهذه النقطة بالذات حتة أهم ما في هذه المنظومة هي منظومة إدارة جهاز فني لعيبة في كل المنطقة أكيد لكن أنا ما يبقى معايا لعيبة متميزة قوي بتفرق معايا كتير أو ممكن تغطي على بند من الثلاثة صح العيبة متميزة أكيد وده بس يوصلني لحاجة تانية لعيبة متميزة إن لعبتنا في 2006 كان النادي الأهلي والنادي الزمالك والنادي الإسماعيلي في حالة عالية بالذات الأهلي وكانت الاختيارات كانت الاختيارات سهلة صح واللعيبة جاهزة واللعيبة جاهزة في كل مركز فيه 2 و 3 صح ده في 2006 مصبوط 2008 كملت 2006 جينا في 2010 ابتدأ إيه الأمور ما زالت تحت سيطرة الجهاز الفان أما حصل دروب أما حصل دروب والدوري وقف وما فيش لعيبة وما فيش اختيرات ونادي الأهلي وحش ونادي الزمالك وحش ونادي الإسماعيلي وحش مش وحش يعني وحش يعني مستوىهم مستوى حصل أهو في السيراليون والنيجر وفي جنوب أفريقيا أه بس الدروبات دي قبل الثورة قبل الكلام أيوة أيوة تحليك أصدق دروب طبيعي دروب طبيعي في كرة القدم بعد البطولة بعد البطولة ثلاث بطولات بس أنا أنا متأكد أنا متأكد إذا كان يعني بالنسبة للمنتخب الأول إن حسن شحاية النهاردة بلعب على الثلاث مباريات اللي هم الثلاث مباريات دي جنوب أفريقيا في يونيا مباراة جنوب أفريقيا شايف إن شاء الله إن شاء الله هيستطيع حسن المتأكد بعوني الله أنه هيستطيع أن يفوز بالثلاث مباريات وكل ناس بتقولك طب إزاي وممكن إزاي يتغلب مباراة فلان سيراليون مثلا والنيجر مين يكسب عشان المصر يتعدي أنا عندي أمل كبير جدا ومش أمل بس في ده عشان الكورة بقى بنتكلم عن الكورة مش أمل في ده بس لتأكيد أكتر إن منتخب الأولمبي يلعب مع السودان هنا وهناك وبعدين يقوم مجموعات التبانية يلعبوا في مصر إنت هكتكلم على أولمبياد لندن أولمبياد لندن والنهاردة كمان مش بس أولمبياد لندن وموافقة إن إحنا محاولة إن هم البطول اللي دي تتلعب في مصر التمن فرق وموافقة أمنية بعثنا الوزير الداخلية عشان برضو نقوم مراحلين لندن بيسروا مجموعة 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 الحاجات اللي احنا بيتمنى نوصلها أولمبياد لما يرحناش من زمان وبعدين تيجي بقى المنتخب الشباب إن شاء الله اللي هو رايح كولومبيا